لو انت وصليت لربنا سبحانه وتعالى صلاة انت عارف ان انت بعدها هتسيب الدنيا اعتبر ان العشاء الفرض اللي جاي فانت داخل تصلي دي اخر صلاة ترفع منك الى الله الصلاة دي انت هتبقى عامل فيها حاجتين مهمين قوي قمة الحضور لانك بتواجه ربنا سبحانه وتعالى وانت هتسيب الدنيا فعارف اللي بيسلم نفسه كده فمؤدب ولو انت عملت كده وحاولت تبقى حاضر انت هتستقبل انوار نظرة ربنا سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال فاذا قمتم الى الصلاة فلا تلتفتوا خليك حاضر مع الله فان الله ينصب وجهه في وجه العبد وهو في حاجة تصفي وتشيل عكارة النفس والقلب زي نظرة ربنا نظرة ربنا اللي تغسل القلب من كل هموم الدنيا وانت يا ما جربتها لما مرة صليت في الحرم ولا في المسجد النبوي ولا صليت الترويح ورشيخ سطح بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبيب قلبي عاملين اي يا ربي تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني النهاردة عندنا روتين مليان طاقة ايجابية ومليان نشاط ومليان حب ان شاء الله باذن الله يعجبكم كمان هنعمل مخليلات رمضان كل سنة وانتم طيبين جمعة مبركة عليكم النهاردة الجمعة وروتين يوم الجمعة وبقى انا كتير جدا ما عملناش روتين يوم الجمعة يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا ونسمي الله ونصلى على الرسول عليه قفضوا للصلاة والسلام ولو انت اول مرة تتفرجي على هبك ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يست الكل اول حاجة بقى طبعا حبيت اللي انا اعمل معاكم الفطور في فريق صاحي وفريق نايم فانا هختار كده الفريق الصاحي وافطر معايا كنت عاملة صانية كيكا جميلة جدا تستاهل بقى هبقى نزلكم الطريقة انا عن نفسي مش هيكل صاندويتشات بس عملت كده صاندويتش اللي هيفطر معاي وانا هيكل كتعة كتعة ايه اسمها ايه اسمها ايه اللي في الصانية دي كيك وكباية شاي بلابان كيكا جميلة وزي العسل وهشة كده والسكر بتاعها مضبوط وطلعت جميلة ولونها ابيض وزي السكر عملتها في الخلاط بالمناسبة هو جالي خلاط جديد او خلاط هدية يعني فان شاء الله باذن الله بقى اوره لكم هنا بقى كنت حضرت خلاص كل حاجة وكمان هحط بقى الشاي والسكر في الكبايات واللبن معاي على النار بيسخن دي الكبايات اللي انا جبتها في المشتريات جميلة كده وزي العسل وصغيرة كده ومحندقة وسعرهم كمان حلو قوي ويجبتهم مش مرسوم عليهم رمضان يعني ولا اي حاجة ولو سادة برضو الكباية هتبقى جميلة يعني انا حساها اللي هي الكباية كده ايه محندقة كده زي العسل العرفة الكبايات بتاعت الشاي العادية بتاخد 200 ملي ديت تقريبا 150 لان حاجمها صغير يلا بينا بقى نفتر ونشوف صلاة الجمعة طبعا قعدت سمعت الخطبة ودلوقتي خلاص هيصلوا الظهر يأذن من شوية والخطبة سمعتها ما كنتش قاعدة بعمل حاجة كنت قاعدة منتبهة جدا للخطبة وهو بيقولها لاني عندي كل حاجة معمولة من مبارح بالليل فالدنيا تمامه زي الفل عارفة لو انت بتدوري على الروحة انت بايدك اللي تعمليها لو انت بتدوري على السعادة انت اللي بايدكي برضو تعمليها لو انت بتدوري على راحة القلب كده والطمقنينة برضو انت اللي بايدكي تعمليها قدي احساس حلو جدا لما تريحي نفسك تريحي نفسك من كل اللي حواليك بنبقى عارفين اللي بيريحنا وبرضو بنجري ولا اللي بيتعبنا ريحي نفسك وكبري دماغك وخلي عندك يقين كده الحياة الجميلة وزي الفل اي حد ينخرب فيها ارمي ورى ظهرك على طول ايا كان هو مين الشخص ده حاولي على قد ما تدر بس طبعا فيه اشخاص ماينفعش اللي احنا نرميهم ورى ظهرين الاشخاص اللي عايشين معانا في البيت ممكن نعدل معاهم نحاول اللي احنا نتكلم معاهم اكتر نحاول اللي احنا نكنعهم بالحياة دي لكن فيه ناس تانية ماينفعش لازم يترموا ورى الظهر على طول حستي بغدري يبقى خلاص طرباء الباب وقفليه عليك وعلى اسرتك وويه يسيبك من اي حد تاني عارفة اللي فيه ناس دلوقتي هتفهم الكلام اللي انا بقوله وفيه ناس هتبقى مش حصل ايه اللي هي بتقوله ده هتحسي امتى لما تحسي بمعنى الكلام اللي انا بقوله وعارفة اللي فيه ناس كتير قوي فهم الكلام ده فاي حد يدقيك كانسلي من حياتك خالص اي حد يعملك اي حاجة حتى لو حاجة بسيطة اعتبري هوا قدامك حتى لو حصل ايه وتقابلته مليون مرة انا بتقابل بس الشخص ده هوا بالنسبة لي هو مش موجود اصلا ايه ده هي كانت موجودة ايه ده هو جه اصلا فحاولي تعملي كده والله هترتاح هتحسي بروحة بالة هتحسي بتمقنينة هتحسي اللي الحياة بقى الجميلة احنا اللي بقدينا نضيق نفسينا واحنا اللي بقدينا نسعد نفسينا احنا اللي بقدينا ننكد على نفسينا واحنا برضو اللي بقدينا اللي احنا نفرح نفسينا وتبقى الحياة عندنا طول الوقت جميلة وزي الفل قد ايه احنا اللي بنعمل كل حاجة نفسين فحاولي على قد ما تقدري ترضي بالقليل ربنا هيكرمك من واسع امين يا رب العالمين ربنا يراضيكم ويرضع عنكم ويعطمكم كده ويتعامكم ويرزقكم السطر والصحة ورحت البال امين يا رب العالمين صب انت الرخامة لان حالتها كانت صعبان علي قوي ومبرح بالليل بقى كنت قلت ايه بما ان هنعمل لحمة النهاردة يعني هنسلق لحمة وننبخ فخليني اسلق اللحمة من بالليل وكان اختياري مميز جدا وصح مية في المية اللي انا سلقت اللحمة من بالليل لان اللحمة بتاخد وقت شوية او مش حكاية بتاخد وقت شوية حكاية اليوم الجمعة بيخلص بسرعة جدا بيخلص بقى لايه يلا بسرعة عايزين نتغدى احنا فترانين من بدري وهكذا فانا ريحت نفسي وكبرت دماغي وشفت الي ممكن مثلا يعطني الصبح وروح عاملة من بالليل انت كامل لو شغلت دماغك هتبقى الحياة بالنسبالك سعيدة وزي العسل سلقت اللحمة من بالليل ما خدتش وقت خالص بعد ما خلصت المطبخ وعشتهم وشطبت كل حاجة بس كنت مطلعاها من قابليها تمام كده تمام وعملة في حسابي يعني او في دماغي كده حزبها اللي انا بعد ما شطب المطبخ هحط حلة فيها شوية مية على النار واصلوا حتتين اللحمة ويبقى كده بالنسبالي تمام اعمل كوباية قهوة كوباية شاي اي مشروب انا بحبه بالليل كده واعد اتفرج على حاجة في التلفزيون ايا كان هي ايه الحاجة واللحمة على النار عايشة حياتها قد ايه احساس حلو قوي لما تبقى مسيطرة هنا بقى كنت عملت ايه حمرت البصلية ونزلت عليها بالبسلة كنت هعمل بمية بس غيرت رأيي وبعد كده قلبت البسلة شوية شوحتها مع البصل ونزلت عليهم بالطموط مهم غرفتين شربة ونقلتهم من ناحية التانية قلت هنا حمر بقى الشعرية جيت بقى هنا وانا بحمر الشعرية قلت اسيبها على النار واشوف حكاية العلب دي ايه من مش كل ما يجي اعوز علبة اطلع منها نوع حاجة معينة اعود افتح كله يعني انا دلوقتي عايزة الشعرية انا فتحت كل العلب عشان اطلع الشعرية من يومين كنت عايزة الماكارونا فتحت كل العلب عشان اطلع الماكارونا المشكلة مش في كده المشكلة الحاجة اللي انت بتختاريها او عايزيها بتطلع اخر واحدة يعني بعد ما تفتح كل اللي موجودين فقلت لا ما بديهاش بقى انا هكتب عليهم عشان خاطر الموضوع يكون بالنسبة لي سهل العلب شكلها ممكن يكون مش عاطفي قوي بس مريحان شوي بالنسبة للماكارونا والناس قالوا لي جايبها منين لو انت في المقطم انا ممكن اقول لك المكان بس لو مش موجودة في المقطم اي محل بيبيع علافة او عطارة هتلاقيهم عندهم الماكارونات ديت اسأليها على نوع الماكارونا او انت ممكن تشتري نص كيلو ماكارونا وبتسلق ايها وتشوف الجودة بتاعتها عجبتك هاتي منها وكمية يعني جملة هتلاقيها وفرت معاك كتير قوي او ممكن تقسموهم لو انت زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت لو تلاتة تقسموه العشرة كيلو على تلاتة او على تنين على حسب ما انت عايز بصراحة حلوة ومريحيني غلية رخصة انا مقبرة دماغي يحصل زي ما يحصل والاربع علب اللي انا حطهم دول بياخدوا الرف كامل زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله مكارونا صغيرة ومكارونا خواتم وإلام والشعرية هبقى وريكم شكلك الشقارة من برة واسمها ايه تقريبا مكتوب عليها سماء مكارونا سماء مش فاكرة قوي والله بس انا هبقى ورها لكم ان شاء الله بازن الله هنا بقى رجعت الشعرية كانت تتلسع مني بس الحقتها في اخر اللحظة الحمد لله نزلت عليها بشوية الرز كده المخصول وهقلبهم مع بعض حط الملح والمية ويبقى الدنيا عندنا تمام وزي الفل وطبعا اللحمة نديتها غلوة وطافت عليها لان كانت مستوية يلا بقى اكتبيلي تحت في الكومنتات عملت اكلي ايه قربة النهاردة حطيت كده شوية الملح وشوية المية بس كده تعالي بقى معايا كنت جايبة من كازيون امبارح اريال اوتوماتيك او اللي هو طاية اوتوماتيك عشان كان عندي خلص وعندي غسيل كتير جدا عايزي تغسل بس كان فيه عرض لما رحت عشان اشتري العرض ما لقتهوش موجود جبت الطاية دوت اربعة كيلو زائد كيلو هدية بمتين واربعتاشر جنيه كان فيه عرض على تقريبا سبعة كيلو بمتين تسعة واربعين بس للأسف خلص والله كان نفسي اشتري الطاية اللي هو باللفندر بس برضو ما لقتهوش لقيت بالفل و بالدوني فقلت خلينا نجرب اللي بالدوني ده جربته قبل كده بس مش عاطفي قويا سوى اللي كان موجود كان فيه بوناكس بس انا مرضتش اجيبه مش عارفة ليه يعني ايه حسله ومش حلو لو انت جربتيه قبل كده قوليلي كان بمية وخمسين جنيه بس مش فاكرة الوزن بتاعه قد ايه وجبت كمان الزيت بتاع الغسالة بتسعة وخمسين جنيه لان اللي عندي فيها شوية صغيرين وقلت بالمرة يعني بما اني مش اشتري حاجات كتير هم حاجتين بس او حاجة واحدة بس فاكمل بقيت التلتمة الجنيه يعني علشان خاطر ايه ما روح المرة الجاية ما يبقاش التكلفة علي عالية يعني تعالي بقى معايا هنا نخلل مع بعض ايه بسرعة بسرعة شوية نخلل شهر الرمضان يستهل بقك اول حاجة بقى طبعا انا هجيب معايا فلفل اللي هو الفلفل الرومي الاحمر لو انت عايزة تستبدليه بالفلفل الحرق مفيش مشاكل بس انا فضلت اللي هو يبقى رومي احمر كده وحط عليه معلقة او معلقتين من الهاريسة اللي هي الحرقة علشان خاطر بس ما يبقاش ايه المخلي الحرق قوي على الولاد وهم بيأكلوا بالذات في الرمضان يعني الحاجة لما بتبقى حدقة بتعطش قوي يعني هنا بقى بعد ما فرمتهم اوه وفرمت واحد بس واحد احمر كده فرمته بس كده وهنا بقى كان عندي فلفل احمر اللي هو الحرق برضو فرمت وخدت منهم معلقتين بس معلقتين كبار محترمين ليه حطى مصفة حطى مصفة عشان عايزة اصف المياه حطيت نص معلقة من الملح وهقلب كله مع بعض واسبهم بقى مع بعضهم كده يتصف عايزة تحطيش دربت بقى الفلفل الاحمر في الكبه وحطيت عليه نص معلقة من الملح ممكن تحطي معلقة كاملة لو انت حابة وبس خلي بالك المعلقة دي هتفرق معاك في الملح اللي احنا هنحطه في الاخر بعد كده حطيته في المصفة واسبته يتصفى براحته مع الاضافة طبعا لمعلقتين هريسة الفلفل الاحمر تقدري كمان تستبعدي حاجة منهم لو انت عايزة حراء قوي يبقى تقدري تستبعدي الرومي او العكس تمام كده تمام هنا قطعت بقى الجزر معايا وقطعت الجزر كده الحجم بتاعه رؤية قوي عشان خطر يستوي معايا بسرعة لان الجزر بياخد سوا شوي اما الخيار لما جيته قطعه قطعته كده الكتعة محملة شوي عشان الخيار روحه قصيرة وما يتهريش بسرعة جدا بعد كده هقطع بقى مع بعض الليفت بطريقة بسيطة جدا تقدري تقطعي شريح طويلة زي البطاطس او تعمليه مكعبات صغيرة زي ما انا هعمل كده علشان خاطر يبقى الواحدة على قد البق بدل ما حد ياخد كتعة ويرجعها تاني الطبق لا يبقى هي الكتعة وخلاص على كده زي الخيار وزي الجزر وهكذا بقيت الخضار هخلص الكمية كلها وحطها على الخضار اللي احنا بنعمله بعد كده هجيب معايا الارنبيت وهصلقه في مياه من غير اي اضافات خالص ولما اسلقه هسيبه على النار لمدة يعني مش هكمل اقل من دقيقة وبعد كده هرفعه من المياه وحط عليه مياه من الحنفية عادية خالص وهسيبه يتصف حضرت كل الخضار مع بعضه بالشكل دوت كده وحطيت كله فوق بعضه هجيب بقى معايا كنت مخلله معايا شوية كده من الزتون واللمون المعصفر لو مش متوفر عندك وعايزة تحطي مثلا اللمون تقدري اللي انت تجيب اللمون موجود دلوقتي في السوق وسعره عشرة جنيه ممكن تجيبلك نص كيلو وتسلقيهم وتروحي حطهم كده زي ما انا سلقت الارنبيت وشوية بقى طبعا من اللهم وصل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام شوية من حبة البركة بيخله الشكل حلو بتاع المخلل قلبت كله مع بعضه مع الاضافة طبعا لهارسة الفلفل الاحمر اللي احنا سبناها تتصف انا ياخد المياه بتاعتها عشان انا مش هحط بنجر انا هحط المياه بتاعتها وهتحمل اللون وهتخلي اللون جميل جدا طبعا انا محطتش بنجر علشان خطر ما يخليش الارنبيت لونه احمر وما يخليش الخيار والليفت لونه احمر انا عايزة كل حاجة تبقى لونها كده طبيعية حتى كمان الليفت عايزة لونه طبيعي كده لونه وردي مش احمر غامق قوي هنا معايا المياه مياه مغلية وسبتها تبرد ولكل اللتر مياه اربع معالق من الملح قلبتهم مع بعض هم خدوا معايا البطرامان ده كله خد اثنين لتر من المياه وبعد كده نزلت بالمياه وحطيت على وشه شوية من الزيت وغطيته بقى كده بكيس بلاستيك وقفلت العلبة كويس تعالي بقى معايا بعد ما خلصنا المخلل تعالي ندخل ننشر الغسيل مع بعض طبعا كنت شغلت الغسالة وكانت خلصت في الوقت دوت وانا بحب انشر كده وهو النهار طالع بيكون الغسيل كده تشوفيه وانت بتنشري بس لو فيه غسيل تاني عايز تغسل ومسموح اللي انا انشر بالليل عادي بانشر مفيش اي مشاكل بس لما بتجير الفرصة في الوقت دوت بحب جدا انشر يعني خلاص نشرنا الغسيل وزبطنا كل حاجة والدنيا تمامه زي الفل تعالي بقى عشان دوت وقت الغدى بتاعنا غرفت بقى كده البسلة طبعا سبتها لحد ما تسبكت ونزلت عليها بالملح والفلفل الاسود وكمان اللحمة كانت مستوية معايا حطيتها بقى في الاخر وتسبكوا كله مع بعضه الرز كمان كان استوى ويا سلام بقى على الاكل الجامدة ديت كان نفسي اعمل بمية بس تتقيت يعني تتدبر في يوم تاني ان شاء الله باذن الله مردتش يعني اكثر بخاطر حد كمان عملت شوية شربت لسانة عصفور كده يستهلوا بقك حاجة كده بسم الله ما شاء الله زي العسل بس عاملة شوية صغيرين على قدنا عشان مش بحبوا يبيت بطعم وبيغيل لما بيبات ويتحط في التلاجة لكن لما تعملي كده شوية بشويتهم ويحبة صغيرين بيبقى جمال وزي العسل انت كمان في رمضان ممكن تعملي كده مش شرط تعملي بكميات كبيرة لاني محدش بياكل الاكل والله يعني لو عملت من كل حاجة كده كميات زغيرة هتلاقي الموضوع تمام وزي الفل وهتلاقي برضو فيه اكل بيفيت بس عشان ما يتهضرش الاكل ويترمي ده كان غداينا اللهم ربنا يديموا علينا نعمة اللهم امين يا رب العالمين تعلي بقى ندخل على الموعين علشان خلص انا كده ايه يومي بيخلص معاك عايز اخسل شوية الموعين بسرعة ونخلص يومنا ويبقى يومنا تمام وزي الفل ومحضرالك مفاجأة اوه ما ادراكي المفاجأات بتاعي تهيبا ايه هي المفاجأة يا اخت هتشوف دلوقتي كل حاجة توقعي كده ايه هي المفاجأة اللي ممكن اعملها لكم جبتلكم حاجة بتطلع مرة واحدة في السنة اوه ولازم كلنا نعملها فيالله بسرعة توقعتي ايه في الكومنتات هستنى الكومنت بتاعك بس واحد جري الفيديو بس كده هنسمي بقى الليه ونصلى على الرسول ونخش على الموعين بقلب جامد علي افضل الصلاة وسلم ادعي بقى واستغفري وكل اللي في قلبك طلعي وانت وافق قدامي الحود هتلاقي الموضوع معاك تمام وزي الفل والموعين بتخلص بسرعة والحياة كده بقت جميلة وزي العسل ادعي كتير وخلي كده عندك يقين اللي ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك والله من غير ما ربنا هيكرمك هو ربنا كرمك بصي على الحاجات اللي في ايديك وهتلاقي نفسك بتقولي لوحدك كده تلقائيا الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله اللي ربنا بيسترها معانا وبيرزقنا وقد ايه يعني ايه عايزة اوصلها لكم قد ايه يعني انت لو حسبت كده انت بتضيعي ايه وبتعملي ايه وبتقبضي كامه هتلاقيك انت بتضيعي اكتر ما بتقبضي مليون مرة فالحالة ربنا سترها معانا بس كده ما فيش ايه كلام يتقل خلصنا الموعين وزبطنا الحود والحمد لله والحود بقى نظيف وبيل مع كده من النظافة صليتي على الرسول طب يلا صلي على الرسول ربنا ييش في مرضانا امين يا رب بالعالمين ويرحم اموتنا ويرزق كل مشتائب الزرية الصالحة ويرزقكم كده السطرة والصحة ورحت البيل امين يا رب قلت بقى اعمل كوباية شاي وازبط كده المزاج شوية ويلا بينا نشوف المفاجأة اللي انا عاملها لكم هو انا مش عاملها لكم بس ده انا عاملها النفس انا كمان والله كانت صدمة عمري انت جبتي طبق تاني ليه هتعملي ايه بالطبق يا حجة مش قلت خلصتي اللي في الشنطة ده ايه ده انت جبتي الطم اه جبتي الطم يا اختي شفتي بقى شفتي اللي الطم تلع من غير ما نعرف الطم تلع وبقاله كده حوالي اسبوعين وقلت لا كفاية لحد كده الناس بقى اللي هي بتحب تنشفه براحتها لكن انا ما بحبش انشفه انا بحب اضربه في الخلاط او في الكبه فكفاية علينا لحد كده هنعمله مع بعض ان شاء الله باذن الله جبت الطم سعره 5 جنيه كل التفاصيل بتاعت الطم هتنزل لكم تقريبا بكرة او بعض ان شاء الله باذن الله لما ابدأ اعمله بحبكم في اللي احلى وقصة بخوات في الوقت ده وكان ازان المغرب وخلاص على كده يومي خلص معاكم احبكم في الله والسلام عليكم ما تنسيش تكتب رأيك في الروتيني النهار